اشتركوا في القناة ولد السيد عبد العظيم في المدينة المنورة في الرابع من ربيع الثاني سنة 173 للهجرة انتقل الى العراق لينهل العلم من الائمة الاطار فعاصر اربعة منهم وهم الامام القاذم الرضا الجواد والهادي عليهم السلام عاش حياته زاهدا متقيا ورعا قال المحدث القمي علو مقامه وجلالة شأنه اظهر من الشمس فانه من سلالة خاتم النبيين وهو من اكابر المحدثين واعاظم العلماء والزهاد والعباد وذوي الورع والتقوى عرض عبد العظيم الحسني دينه على الامام الهادي عليه السلام فاقره وصدقه وقال له الامام يا ابا القاسم هذا والله دين الله الذي ارتضاه فاثبت عليه ثبتك الله بالقول الثابت في الدنيا والاخرة كان له منزلة علمية عالية فقد روي عن ابي حماد الرازي قال دخلت على علي بن محمد الهادي عليه السلام بسر مرأة فسألته عن اشياء من الحلال والحرام فاجابني فيها فلما ودعته قال لي يا حماد اذا اشكل عليك شيء من امر دينك بناحيتك فسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني واقرئه مني السلام عاصر الحسني فترة حكم المتوكل العباسي وتعرض للتنكيل والرقابة الشديدة ولما انتقل الحكم الى المعتز احس بالخطر يحيط به فترك سام الراء بامر من الامام الهادي عليه السلام وتوجه الى مدينة الري في ايران في الري سكن سردابا في دار رجل من الشيعة فكان يتعبد الله صائما نهاره قائما ليله وكان الشيعة يتوافدون عليه ليتزودوا من علومه وكان ممثلا للامام الهادي عليه السلام في تلك المنطقة توفي رضوان الله عليه في الخامس والعشرين من شوال سنة مائتين واثنين وخمسين للهجرة في مدينة الري القريبة من طهران ودفن فيها الى جوار الحمزة بن الامام القاذم عليه السلام والطاهر من احفاد الامام زين العابدين عليه السلام وبني له مقام عظيم صار مقصدا للزيارة من قبل المؤمنين وهو اليوم من اهم المزارات الموجودة في الجمهورية الايرانية ويعرف بمزار الشاه عبد العظيم الحسني ولزيارته فضل عظيم فقد نقل عن رجل من اهالي الري حين تشرف بزيارة الامام الهادي عليه السلام فسأله الامام من اين تأتي فقال الرجل رجعت من كربلاء زائرا مرقد سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام فقال له الامام اعلم بانك اذا زرت مرقد عبد العظيم وهو في جواركم كأنك زرت الامام الحسين عليه السلام لذا ورد في زيارته السلام عليك يا أبا القاصم ابن الصبت المنتجم المجتبى السلام عليك يا من بزيارته سواب زيارته سيد الشهداء سواب زيارته سيد الشهداء موسيقى اشتركوا في القناة